موسيقى وصلنا مشاهدينا لأخر فقرة بحلقتنا لليوم وضيفة الإختصاصية بعلم الفيزياء الفضائي دكتور سيرين نعمة يلي مرت الماضي دوخت العالم دكتور مرسي كتير خير الرام دكتور أول شي عم بكتير عالم عم ترجع تطلب انك تكون معنا لأنه كتير هم موضوع الفضاء يعني يمكن وصلنا الوقت نحن بلبنان ازهقنا من كل شي صاير معنا هون من سياسة من مجتمع الى اخره حبينا نطير شواء على أمل بداية دكتور هنحكي شواء عن الوركشوب يلي حينعمال شو بتعطينا دية تايز اكتر عنا نعم انا اول شي بدي حييك بدي حيي المحطة بدي حيي الماتر جو شامي اللي كان قبلي وبدي قلو تحيا الحياة نحن عطول مع الحياة وبدي بليش بفي اشي كتير عم بتصير بلبنان بعلم الفيزياء الفضائي ان كان للصغار او للكبار وهلأ في عنا شغلة عم نعملها مع دكتورة استر غانم هي عاملة ستيل متل انه متل اورجانيزاسيون اسمه ليتل ساينتست لبنان قلبي وببلونة فعملين انا وياها اذا منشوف هلأ الصورة نعم مع دكتور استر غانم هم عاملين ووركشوب للولاد الصغار من عمر الخمسة لثماني سنين تسع سنين وهيدا ما رح يكون اول ووركشوب لحتى نقرب السماء على الارض اذا مش هني فيهم يطلعوا على الامر نحنا منجبلونا الامر كذوب بين ايديون سو كتر خير الله يعني صار فيه اقبال كتير كتير مهم وعطول انا بقول انه الباسيون بتبلش من الصغر فبهيدا الوركشوب شو رح نعمل رح نعملون لفاس دولالون يعني القمر كيف بيتغير من بدر لبيولاد منعلمون بطريقة لديك منسميها بالفرنساوي يعني بطريقة علمية وهيني وطاني شغلي بدنا نخليهم يرسموا المنظومة الشمسية ويعرفوا انه الشمس هي نجمة والفرق بين الشمس والبلانات وقدي البلانات هني كبار الكواكب اكبر من التاني وقدي بعاد هيدا كله رح يصير نهار الجمعة اذا الله راد من الخميس ام دو سنك عسيس من الخمسة لأستي بدنا ندعي اكيد الكل يروحوا يشارك لانه بالفعل يمكن مش عطول بتصحيدي الفرصة لحتى الولاد يروحوا وحتى السماء تنزل عندهم عالارض اكزاكلي هلا هو انا ودكتور أستر غانم بنجيب لهم مش بس السماء دكتور أستر غانم هي بيولوجيست كامي كامان بتعملهم اكسبرييانس ريليتد للبيولوجي يعني ازام اي يعني بدي بدي قلك انه الولد من طبعه هو عالم هو سيونتيفيك عطول انا بقول لما الولد البنت او الشاب يحمل بيضة ويكبه يرجع يحملها التاني ليه لانه شايف انه كانت بني صارت صفرة او كانت زهر صارت عرفت كيش يعني هيدا اكسبرييانس بحد ذاته باللواعي ممكن نعم هو هو الولد صدقني يا صديقي هو الولد اشتر منه بس نحن هيك الحياة اوقات بالتعبه فهيدا اول اول نشاط تاني نشاط اللي بدي قوله هو لبنان عم بيفوت بالمنظومة العالمية من خلال المنظمة العلم الفضاء مرسي بوكو عصورة عالم الفضاء العالمي وهو اي اي يو هندرد نايم اكزوورد نحن مجموعة علم الفيزياء الفضائي بلبنان ونحن اكتروا انا بحيي دكتور شعلان ودكتور مو عباس فردا فردا اكيد فردا فردا وكلهم ما بدي انسى الكل يعني جميعا اللي عم بيشتغلوا فيكن فينا نسمي هلأ صار عنا البوسبوليتي انه نسمي كوكب خارج المجموعة الشمسية تبعنا وهو منسميه اكزوورد وهيدا التسمية بتتودى من قبل لبنان على الويب سايت هلا بقلكن شو هنه على الفيسبوك وعلى الانستاجرام وعلى الويب سايت انيواي شو فينا نعمل نحن فينا بس نفتش على ليبانيز نايم اكزوورد يعني لبناني بيسمي اكزو خارج العالم دونك بيطرح اسيمي بيروحوا الديليه الديدلاين هي الوينت سانك تشرين التاني وبيقرروا مين رابح الاسم بكنون الاول هلأ شو شروط المشاركة انا بدعي كل اللبنانيين ما بعرف هون بطلع بدعي كل اللبنانيين يشاركو لانه نعم بلبنان في عنا شغف وحب لعلم الفيزياء الفضائي لازم يكونوا الاسيمي مانن ريليتد للسياسي ولا لشي بيربحوا منه مصاري ما فيهم يسموا اسم حضرتك اكيد لانه وعلك نسمينا اسم النجمة لانه لازم يكون الشخص غير بعده مش على قيد الحياة واذا ميت صار له اكتر من مئة سنة متوفين والاسم لازم يكون من 4 على 16 حرف نعم ولازم يكون يدل على العراقة بالبلد ونحنا اكيد 6000 سنة حضارة وعراقة اكيد في عنا اسامي كتير كبير وانا بشجع الكل يشترك طبعا بنهاية الحلقة هنرجع نذكر كيف بيقدروا يفوتوا على الويب سايت حتى يقدروا كمان يشتركوا فيها نعم اكيد دكتور اذا بدنا نحكي ما بعد ابولو 11 نعم اللي هي ابولو 11 اكتر شي بيحكوا عنها ولكن في قبلها وفي بعدها مظبوط خبرين عن ابولو 11 الهبوط عن الامر والسير على الكمر طلعينا على الامر انا كتير بشكرك انه قلت هالشغلة انه ابولو 11 يعني لما الواحد يفكر بأبولو 11 يعني في 1 ال 11 وفي 12 13 ليس 17 صحيح هلا بس بدي اقول شغلة صغيرة قبل ما هيدا انه صار فيه صراع قبل ما يصير بروجرام ابولو بين السوفيات وبين الامريكان وهن السوفيات كانوا سباقين بكتير اشياء اول انسان مشي على القم اه سوري اللي ظهر برات الارض كان سوفياتي واول امرأة طلعت على المدارس الارض هي كانت سوفياتية واول حدا ظهر وعمل دانس كوسميك يعني تمشى بالفضاء بس موصول بهيك الشريط للهواء والاكسجين كان سوفياتي فكانت تحدي كبير بيقوم بيعملوا بروجرام ابولو بيبلشوا دا 1 اا 11 قبل ال 11 ما كانوا عم بيقدروا يوصلوا ليحطوا على القمر ولما كندي الرئيس بالسنة 1962 قالهم انا ما بدي ودي حيوان انا بدي ودي انسان يدعس على القمر كل العالم جنت حتى العلماء الامريكان ما كانوا عارفين انه هن عارفين انه ما فينا يعني ما كانوا عارفين رح يعمل هيدا الانونسمنت وتقنيا ما كانت موجودة فاشتغلوا على هيدا الشي كلهم صارت متحملة كيف كيف الشخص بيتقرب من بلده اكتر وقومية دونك عملنا ابولو واجا ابولو 11 ابولو هو مقلف من 3 اقسام اول قسم هي فيها الكيروزان بيطلع بيهرب من جاذبية تبع الارض القسم النصاني هو لحتى يبرم ويقرب على القمر لان القمر عنده جاذبية انسيزيام يعني سدس جاذبية الارض بعدين بيبقى بارتي منا فوق اللي هو مايكل كولينز نحنا عطوله بنحكي عن باز اولدرن وارمسترونج اللي نزله على القمر ولكن في شخص تالت هو اللي بيقى فوق هو قائد الكابسول عم بيبرم حوالين القمر نعم وفي اللي بتنزل المسمية الروفر الايجل اللي غطيت على القمر نعم فهو دي كلهم كانوا بديون ندرس وين الخطورة انه بدنا نودي عالم بدنا نرجعهم رجعهم طيبين اكيد اكيد بدنا نرجعهم لمحروقين ولا ولا مشوهين ولا مكسرين او نتركوا فوق الامر هلا بتعرف انه هيدا بياناتنا وبين المشاهدين ابدا محدا كان المشروع اذا صار مشكل يتركوهون فوق وهي دي بارتي من الريسك اللي منخده لما بدنا نطلع نصير رواد فضاء هلا في عنا وحطه نزل حط غط يعني الكابسور الروفر على سطح القمر وشو صار بينزل بينزل اربسترونج اول شي بنزل السلم بيلاقي انه السلم اكثر بهالقدي من سطح القمر فشو عامل ضل ملقط بالسلم نط رجع طليع لا يشوف اذا بيرجع بقدر بيطلع اذا راح مشي على القمر ورجع كان في شوية غلط كالكول السود طبعه السكافان دربادلته كانت تقيلة كتير لانه اذا ما منلبس اتقل من جسمنا بصدس المرات الجاذبية على الامر بتخلينا منمشي هيك منطير يعني يعني هيدا القلم بتصير يعمل ما في جاذبية نحنا كيف منمشي لانه الجاذبية نعم بتوقفنا خفف الجاذبية نزل على الماء حضرتك ديني شوب وموسم بحر وبيسين اذا بتنزل على الماء بتحس حالك انك خفيت ما فيك تمشي قليل قليل فكيف على القمر اللي هي السدس هذا السبب من تقيل السود نزل ارمسترونج وقال جملته الشهيرة دعس صغيرة للانسان بس بيج جاينت ليب للهومانيتي دعسة كبيرة للهومانيتي للانسانيين وليحوا باز ألدرن بعد 23 دقيقة هلا باز ألدرن عطول بغار من لويس أرمسترونج من أرمسترونج وهو ما بده يتصور أرمسترونج فأرمسترونج أخذ الكاميرا وصوره لباز ألدرن وعنا هون في صورة اذا منشوفها عن هيدا الصورة اللي بتعمل بتبرم كل العالم اللي هي دعسة نعم أرمسترونج على القمر وهي هيدا صورة مظبوطة وحقيقية ومنع فيك ومنشوف صورة تانية عن نعم هيدا كمان صورة شهيرة هي بكتب الجغرافيا؟ نعم نعم هلا مرسي بكو مرسيو شربل انه حكيتنا عن هالموضوع لانه نتأمل انه بعد شوي ببطلو علم الفيزياء الفضائي يعلم بكتب الجغرافيا بصير يعلم ببارتي لحاله بالفيزيك او يكون كتاب لحاله اذا الله اراد نعم ومنشوف الصورة التانية التالية هلا هني هوني الشباب الثلاث اللي طلعوا على القمر كولينز أرمسترونج وباز ألدرن للطرافي اول شي اكلوا باز ألدرن بيه لما غطوا على الكابسول هي جسد المسيح كان اخذ معه كان اخذ معه البيبل وتناول جسد المسيح نعم وبيقولوا الشباب هوني بيقولوا انه ريحة القمر مثل ريحة الكابريت لانه كأنه مثل التراب المجوي هلا شو عملوا حطوا لما نزلوا هني نكشوا سطح القمر اكيد حطوا العلم بعدين جيبوا منه اجزامبلار يعني شو بيقولوا كمية من 23 كيلو من سطح القمر اه كمية صغيرة كمية صغيرة هلأ صار عنا بأبولو 17 هلأ منشوف بتصور جايبين 116 كيلو من من تراب الأمر نعم وحطوا كمان وتركوا سوفينير اذا منشوف السوار التالية متل كأنه حسنية تركوا هوني قبل السوفينير هوني كتير مهمة هادي اول ما سبوتنيك طلعت السوفيتية وبلشت هون الحرقصة والجار يعني الحرب العلمية عملت وقتها سبوتنيك بي 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 ميسج من وقتها بلشو يتشارعوا مع بعضهم حبيت ارجع ذكر انه من وقتها ما طلعت ب58 سبوتنيك للتسعة وستين للأمر كان غطوا على الأرض نعم ومنشوف السورة التالية كتعم قللك يا استاذي انه هاي دي حطينا الكابسول متل متل علبة بيبسي بردون وشي بنشرب ومشروبات غازية محتوطة عليها الأرض شمالا وجنوبا وقالين عن الحسن النية يعني انا انسان جاي على القمر بحسن نية سلام من كفة نعم من كفة هلأ رجعوا وتسلوا وزمطوا وغطوا بالماء وكل شيء وهذا بس ما وقفوا هون ما يعيني عليك هلأ ما بعد أبولو ما بعد أبولو عنا أبولو 12 وهلأ أبولو 12 اذا شفنا شفنا انه طوروا الكاميرايات والأشريطة طبعا اللي بنسمعون أشريطة التسجيل يعني هلأ انت كسات هلأ كل اللي عارفوا عن شو عم بحكي أكيد خلقانين بثمانينات واخير السبعينات هيدا الكسات اللي نحن عملناه وجه وقفة ما بنصير نبرم ولا حتى فهلن يطورون لحتى تستعمل فوق وعملوا بأبولو 12 عملوا طريقة ليعملوا تسجيل ريشار جابل يعني لحتى يصوروا ألف مثلا ساعة يرجعوا بعدين يشرجوا البطارية ويرجعوا يستعملوا منوصل منرجع بعدين لأبولو 3 اللي هو ما إذا منشوف في الصورة التالية اللي بعدها أبولو 3 صار عنده مشكل ما قدري غط وبرج فمنوصل لأبولو 14 أو 15 ما بعرف هلأ المخرج شو بده يعطينا أبولو 16 نعم بس معلي معلي 16 و 17 أبولو 14 وأبولو 15 حطوا كمان اشياء متطورة مثل هي لون الروفر أول مرة حطوا سيارة بتمشي أسرع على القمر وأكيد عملوا وقتا بأبولو 16 صار في أفزة نوعية كيف يعني صار في أفزة نوعية حطوا مصبار على سطح القمر كله ذهب لحتى نشوف لتقلوا أول شي بعدين ما بينتزيه بعدين لحتى نشوف أبعد ما منشوفه على الأرض لأن القمر ما عنده غلاف جوي ومنوصل لأبولو 17 وهون كانت آخر رحلة على القمر فيها مأهولة فيها علم وهون منشوف أنا حبيت أعطيهم للمشاهدين الأشياء الكتير مهمة يعني عملوا لون الروفر مشي كتير 35 كيلو متر وجيبوا 117 كيلو على الأرض من القمر بس يا صديقي موقف هون يعني من هلأ من بعد أبولو 17 عملنا أكتر من مئة رحلة على القمر ولحتى جسد لك هيدا شي بس مش كله نغطو يعني منسميه fly by its flying by the moon بيبرم حوالين القمر أو بيغط as a rover بس يعني مكنة سيارة صغيرة هي بتغط مصبار أرضي إذا منشوف الصورة التالية منشوف أنه مرسيبوكو منشوف أنه النقطة النصطينية هي القمر وكل دائرة هي mission مهمة على سطح القمر ومنشوف أنه في كتير دوائر على القمر ومنشوف في كتير قليل دوائر اللي رايحين صوب ميركور ولي رايحين صوب الشمس فالقمر ما وقفنا ندرسه بهالفترة بس ليه ما رجعنا غطينا عليه؟ لعدة أسباب لأنه صار فيه أهداف إذا بدي أقل لك أبعد من القمر اللي هي المريخ والمريخ كانت تعاد كأنه الكوكب الملعون ليش منعون؟ لأن أكتر من 16 مهمة لتطلع على المريخ وتبوق بالفشل وتبج نعم ومنشوف نحن صور أدمين للمريخ كأنه في وجه أو كذا في هدي هضاب وطلال بس هو دي كلهم لأنه هنه إفاد ضمبر يعني خيالات ظلمة فبعدين المريخ صار كتير أخذ من وقت العلماء الفيزياء الفضائي ومنكفي هلا بعضهم عم يشتغلوا علي بالمريخ؟ بالمريخ نعم أكيد عنا روفر على مارس عنا باثفايندر عنا كريوزي بركن شي مرة بنعمل حلقة مخصصة للمريخ واكتشفنا إشية كتير 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 مهمة للمريخ نحكي عنا مرت الجيب حلو بس بتلاقي أنه الهبوط على المريخ هو زيته الهبوط على الأمر أو بتلاقي أنه الأمر أجمل هلا أنا كلهم بالنسبة لقالي حلوين وبعد في أجمل وأجمل رح قللك وين الهبوط على القمر هو جارنا القمر أربع تييم ثلاث تييم ونص وهو تراب وزغطور بينما الهبوط على المريخ هو أول شيء تشالنج أكتر لأنه بدنا من 8 شهور لتسعة شهور لأنه صلو نعم والمريخ كوكب شوي بيشبه الأرض هيكي يعني ما أنه قمر ميد وبعدين المريخ بدك تروح وترجع إلا إذا بدك تروح وما ترجع يعني لأنه أنت بعيد أو بدك أنيرجي أكتر كل ما تبعد بالمسافة خلينا لأخصها هيك كل ما يصير الحلم والتشالنج أكبر والبتكلف أكتر والتقنية لازم تتطور نعم إذا منشوف نعم إذا منشوف صورة تالية هلأ لتصديقا على كلامك أنه عم نطلع على القمر في عنا هون أصدقائنا اليابانية صاروا مودين أربع أقمار ومراسد على القمر والأخير هو تشانج أفور وغطوا على الوجه المخبة من القمر لأنه القمر بيستحي عنده وجه مخبة ووجه مبين هلأ عندنا اللي حضرتك أنت سألتني عنه وكتير حابب تحكي عنه وما بعد القمر وما بعد أبولو المشاهدين عم بشوفوا هون صاروخ هيدا صاروخ تصور أيلون موسك كلنا بنعرف مين أيلون موسك عامي المشروع هو سبيس أكس وبقول أيلون موسك هيدا أكيد رسم منه حقيقة وبقول أيلون موسك أنا بوعد العالم ونازع أنه بحط إنسان على القمر بال2021 ماكسيموم بال2024 وبقول أنه التحديات كلها تخطينيها وبدوا ينطلق من الأمر على المريخ للـ 2028 بس رعوا لما الفيزياء الفضائي شوي أيلين له أنه كتير حالم بالموضوع يعني في بعض حلم بس في عقوبات بقوله هلأ في عنا كمان فكرة تاني اللي هي المون فيليج وعنا مع جيف بيزوس ما باعف إذا بتعرفوه و أرتميس هلأ المون فيليج هيدا اليوروبان سبيس أجنسي عملتها مع النازا أكيد وعملين اللي عم نشوفه هون كمان تصور رسمي نعم بيعملهم متل دوم بيسكر وعندك قودي تنوم مطبخ لابراتوار وهيكي وهيدا مثل استوديو مثل استوديو بس شوي كبير يعمر بالماشينات بالروبويات على القمر بعدين بيطلع الإنسان بأهله وفينا كلنا نفوت على المون فيليج دوت او اس ا ا ايزا دوت كوم او دوت كوف مون فيليج ويشارك تصوره بدنا مهنتين بدنا أركتكتر بدنا مهنتين ميكانيك وغيره في عنا كمان أرتميس من بعدها انا انا صراحة ما كرير بحبه يعني اذا شي بدي روح على على كوكب في في نجمتين او ثلاثة وصلين له منوصب هيدا نجم سوربريز نعم بس مش هيدا قبل بس اذا فينا نشوف ارتميس مع معلمش هون مرسيبوكو بعدين انا منحكي عنه نعم برافو نعم وفي عنا بس من منخلص مع هيدا السفر على القمر القمر مش نسينو ابدا وراح يكون كأنه بديل لقلنا عن الارض او انطلاق على غير كويكبو هون بنوه انه هيدا رسمي عن تصور النازا لمشروع متل ما كان ابولو في ارتميس هو كمان الى قديم توقم ابولو هون يمصور انه سيكون علامتنو رائد فضاء ورائدة فضاء امرأة اللي هي رح تكون موجودة فيه فاكيد القمر بعد بدو يعطينا كتير اشياء وبدو ميستار يعني كنا عم نقول كمان انه اللافت انه بتكون تعيده السعود الى القمر المائة عام بدو يتعيد على نجمة على اقرب نجمة للارض يلي هي بدي اربع واربين سنة تنوصله نعم هيدا اقرب واحدة بدو اربع واربين سنة نعم خبرينا اكتر عن هيدا الاحتفال نعم هيدا بعده كمان حلم وتصور بس متل ما بنعرف انه كل فكرة وكل مشروع ببلش بحلم صحيح واوقات السيانس فكسيون هي بتتزاوج مع الحقيقة والرياليتي نحنا السنة عم نعايد خمسين سنة الى القمر بالالفين وتسعة وستين دون ميل سواسنة ناف تصور جاي بيال وكالتك بيالنسا انه بدو نيودو مصبار ومركبة فضائية على بروكسيما سانتوري الفا سانتوري سانتوري ا الفا سانتوري بي وبروكسيما سانتوري هني اقرب مجموعة شموس اذا بدك مجموعة نجوم حدنا اول بي هني توقم الفا سانتوري ا او الفا سانتوري بي توقم وفي عنا قزم احمر صغير اللي هو اسمه بروكسيما سانتوري نعتقد يعتقد العلماء انه في حواليه كوكب مثل الارض نعم فهلأ البروجيه مبلش انه الاحتفال المئوي للقمر سيكون بانه نبعد مركبة 44 عاما روحة و44 عاما رجعة يعني اذا نفكر تروح وترجع ترجع تشوف اهلك او قريبينك بدك تقولون باي اور فور لانه اذا انت ضليت عايش او المشاهدين بدن يروح اكيد اكيد وكمان اللي رح يصير رح يصير فيه مثل حياة يعني مركبة العالم تتزاوج تعيش بموت عالم نعم هلأ كيف منرجع بعد لحد هلأ ما منعرف والتقنية بعدنا ما منعرفها بس اكيد مع علم الفيزياء الفضائي والكون الحدود هو الكون كله ملق له حدود يعني هو وسع الكون نعم واو واو السؤال الاخير يعني الا الاسف كل مرة بيكون معيك بدهمنا الوقت نعم 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 عمفاك نسينا عطيك الحلقة كله لازم لا 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 ابدا دكتور اذا بدنا نحكي لبنان على القمر شو فيك تخبرين عن لبنان والقمر هيك متل لينك لبعضهم نعم لك هيدا حلمنا كتار نحنا اللي جينا من برة على لبنان لحتى نعمل بهدف نعمل علم الفيزياء الفضائي باللبنان وهلأ مع جامعة الانديو جامعة اليسوعية عملنا المرصد الفضائي وعملنا الماستار الاستروفيزيك وصارنا كذا سنة يعني وصار في عنا تلميز وبروحوا بيعملوا دكتوراه بما انه نحنا طمنا الارض وبلشنا بالارض هلأ لبنان من كذا شهر مع السانر اس ومع كراون ايجنت ومع ما بدي انسى حدا ومع هلأ بفقلون برجع مضيو عم نشتغل على منسميه نانو ساتيلايت أو كيوب سات يعني هو مربع صغير بيروح على الفضاء وبيبرم حوالين الفضاء يعني حيكون لبنان مشارك بأول مرة من هلأ لثلاث أربع سنين ومع اكتر من 62 جامعة وعالم عم بشارك بي انه يودي هيدا الساتيلايت صغير من وقته لا ندعس على القمر بتصور فشخة صغيرة من هون للقمر بنوصل منوصله نعم عنجاد شحلو يعني خاصة ادا هيدا الخبرية اللي خبرتين اياها دكتور بتفرح اللبنانيين كلهم انه لبنان صار مشارك بهيدا بطل لبنان بس يدرس عن الأمر وإنما لأسر بيشارك بي نازلات على الأمر كمان إذا قلرت هلأ بدو شارك بي مركب بحوالين الأرض إلى أن يصير عنا الإكسبرتيز والدولة تعملنا موازنة كزا مليار للإسباز نعم يعني كنا من هلأ لوحتها 44 سنة على النجمة ومنرجع نعم تكون عقرب لأ من حي الدولة كلها دكتور وصلنا للفكرة اللي انت كتير بتحبيها اللي هي الكوت نعم هتسحب الكوت نقريها سوا وتقلينا شوك عليها لك أنا بعكس مترو جو رح أسحب لون أورانج ورحقول رحقول شو هي الكوت سوري طلعت زهر ما بدنا هيدا من يسمع لي يسكن مطمئنا ويأمن ولا يرعبه شرا نعم أنا بشكر الرب كل تكة وكل دقيقة وبشكر على النعمة وهو بيعرف ليه وعطول من التكلي عليه هو بودينا لبر الأمان واللي عنده نعمة الرب ما بخافشه واني لو سلكتوا في وادي زلال الموت لا أخاف نعم والروح الأدس حتى أداية شغلكم بيبقى بيقولون ما هي أسترونوت وبيطلعوا الأمر وبينزلوا بس أداية شغلكم فيه مسؤولية وفيه حياتكم بدي نعم يعني يمكن تطلعوا ما ترجعوا نعم نعم الأختصاصية بعلم الفيزياء الفضائي دكتور سيرين نامي بدي تشكر كتير وجودك معنا أنا كمين إن شاء الله عطول بهيدا النجاح بديك تعطي واحد للمشاهدين إما ترجع طالع معنا لأن هلأ طلعت تركتهم على الأمر بكترجع تنزليهم نعم بدي نزلهم بركة منكون نحنا ودكتورة بو كرام دي بو كرام فرانسيس لنرجع على الأرض ونحكي عن مناخ الأرض قريبا إذا الله إن شاء الله أكيد بدأت شكر إرجع وجودك معنا وإن شاء الله عطول بهيدا النجاح ونيال دار الأمر فيك كمين اثنين من دار الأمر نيالة بالثنين مرسي مرسي مشاهدينا على هون بتكون خلصة حلقتنا منه رجياد ملتقان الأسبوع المقبل بذات الموعد من هلأ لوقتا ما تنسوا البسمة على وجوهكن الله معكن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة